This is Leon Kennedy and you are watching Resident in Evil Hey it's Jill Valentine and you're watching Resident in Evil And if you like what you're seeing, smash that like button and subscribe ...and have some fun information about this video ...and I'm leaving awhile ...and I'm leaving And I'm leaving And I'm leaving ...And I'll leave it alone There's a lot here ...and I'm leaving And don't forget to subscribe And I'll I'll leave you alone And after doing all my stuff I can give you a different experience لي وخلي نوقف شوي هنا وبقول لكم هالنقطة وهي المراجعة عادة تكون سريعة ومفيدة وتكون ملخص تشمل أهم جوانب اللعبة وتكون مخصصة للأشخاص اللي ناوين يشترون اللعبة يعني تفيدة لمثال متردد يشتريها فتكون شاملة لأهم الجوانب وانصحكم تشوفون المراجعة الوحيدة اللي خلتني أنجذب لمراجعته ثانية بثانية هي من اليوتوبر زوليد نايت وصدقوني كمتخصص هالفيديو يغطي لك كل الجوانب المهمة رابط مراجعته في صندوق الوصف وإذا ما لعبت اللعبة أنصحك توقف هالفيديو وتلعب اللعبة وبعدين هياك استمتع في هالفيديو خسارة تحرق عليك لعبة رهيبة جدا من كل النواحل انزين ليه أنصحكم تشوفون مراجعة ثانية وانا مسوي مراجعة بالأساس لأن هالمراجعة هني راح تكون باسم مراجعة تحليلية راح أحل الأمور كثيرة جدا وتعتبر حرق بكل ما تحمله الكلمة من معنى من البداية إلى النهاية انتبهوا يا شباب ويلا نبدأ اليوم الفيديو مخصص لقنادوز القرية اللي في البداية راح أشرح قصتهم والتغييرات اللي صارت في الريميك مقارنة مع الكلاسيك وهل فعلا كابكم أبدعت في تصميمهم وحركتهم وقصتهم وتفاصيلها أو لا القنادو أو مثل ما صدموني الكثير في مواقع التواصل سمينهم زومبي ما علينا من هو القنادو القنادو فرت جمعها قنادوز وتراهم مو زومبي ها مو زومبي هم ترى نتيجة تطفل سلالة البلاقة على إنسان حي وكلمت قنادو بالأسباني يعني غنم إيه غنم أول معنى الحرفي وهو الماشية وهم القطيع اللي يمشي بتعليمات ثابتة مثل الغنم والبعارين والبقر أكرمكم الله وهنين عارف كلمة قنادو أطلقوها على المساكين اللي يمشون تحت توجيه ساردلر مثل البهايم وندخل بشكل تفصيل أكثر ونقول إن البلاقة اللي تدخل فيهم تأثر على جهازهم العصبي وتتحكم فيهم يفقد المضيف أو الضحية أو الشخص نفسه كل خواص الحياة ما عدا غريزة البقاء اللي هي أساسا موجودة في البلاقة فتلقاه بس يبيعيش مهمة تطور أو ترتيب أو تنظيف يا كرف كرف حسب التعليمات اللي الجيلة من ساردلر وخلاص الفزعة عندهم فلي أحبيبي بسبب خواص البلاقة تلقى التعاون بينهم بفدر الروح يعني أموت بثواني عشانك لها السبب لما واحد يقول لك هالكلمة مثلا شوف الفزعة هني شوف الفزعة هني غير الأصوات تراهم بعد يتواصلون بالذببات صوتية مميزة تخليهم ينادون ربعهم حتى لو كانوا بعيدين عن بعض تبتسمع الصوت أبشر اسمح الصوت الفريد جدا ها سمحت الصوت لا 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 لازم تركز ارجع وحط ذنك بالسماعة عدل وبتسمح المرة أو لا 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 ترجع وحطت أي صوت ترى أمزح لأن المقصد هني أن الأصوات اللي نادون فيها بعض ما تسمعها الإذن البشرية مرات تضرب واحد وبعد فترة تلقى واحد ثاني جايك من بعيد طيارة هذا يعني اللي ضربته نادها القناة بالذبذبات فوق الصوتية الفرق بينهم بين الزومبي الكثير جدا جدا هم بشر طبيعيين لكن البلاقة لاعبة فيهم مثل شنو شوفوا صعب توضيحها بس شفتوا ليون لما كان بينقذ آشلي بآخر اللحظة تقريبا هذا اللي يعيشونها القناة جز دائما تذي ظلمه وزرقة دائما ويمشون وراء الأصوات اللي يسمعونها عندهم ذكاء لكن العصاب اللي تتحكم فيها البلاقة هي اللي تهركهم بكيفها وطبعا اختلافهم عن الزومبي مثل ما قلت قبل شوي انهم بشر طبيعيين تتحكم فيهم البلاقة هنا ندخل بشكل تفصيلي أكثر ونقول انهم عبارة عن شخص البلاقة خلاه يغيب نفس السكرانة والمتعاطي ما يدري عن شي لكنها بشر البلاقة تتحكم فيهم بغريزتها الطبيعية وشنو هي غريزة البلاقة هي انها تبي تعيش فقط فتلقاهم يجهزون محصول الأكل عشان يأكلونه بس اي بس يأكلونه خلاص وطبعا تنفيذ تعاليم اللورد سادلر ولها سبب يشوف انهم منظافوا بيوتهم متكسرة وممرتبة بس يزرعون وربون مواشي عشان يأكلونهم ليش عشان يطبقون غريزة البلاقة اللي هي العيش ومن جهة ثانية نشوف ان القرويين او القنادوس فيهم شغلات غريبة وهي ان مثلا البشري سبحان الله يكون عندها بطبيعتها صبر حتى لو كان الصبر قليل على الاقل فيه صبر اذا واجه شي مزعج لكن هنا في القنادوس ما فيه صبر مختفي تماما فتلقوهم بلحظة غضب عصبون وشرار يا حبيبي مع ان الذكاء هم نفس ذكاء البشر اللي انهم ما يقدرون يستخدمون الذكاء الا من خلال توجيهات قائدهم سادلر وصاردل دائما نوجيهم الشنو على شغلات تهمأه فقط مثل شنو تجهيز الفخاخ والسدود وتجهيزاتها الامنية بشكل عام وطبعا نرجع لسالفة الاكل مع انهم الذكاء او نفس ذكاء البشر اللي اننا بلاقي خلتهم مغيبين فصار موضوع الاكل عندهم مو طبخوا حركات مثلنا لا بس شي يدش البطن مهما كان يعني هني شوفوا طبخين ارنب بشعرة الله يقلعهم حلو حلو ولانهم بشر ترى يتعورون يتألمون اذا تضربهم مو مثل الزومبي لكن البطارية البلاقة يا حبيبي تعيد تطوير الانسجة اللي فيهم بشكل رهيب ويرو الطبيعي الا في حالة واحدة وهي القطع يعني اذا قطعت شيء من جسمهم خلاص ماكو فايدة طبعا بقولكم على السريع البلاقة تراهي ثلاثة نواع بالريميك صارت اربعة بس مو هذا محورنا واخر ركز على الثلاثة الان النوع الاول هو البيضة النوع الثاني اسمها الحامل بس خلي نسميه الطفل لانه اسهل بالفهم والشرح والنوع الثالث هو النوع الناضج راح اتكلم عنهم على السريع البيضة هي تقريبا اللي يغرسون فيها الضحية مثل ما شفناها بشكل واضح مع ليون هي نفس الطريقة اللي تراعطوها لكل الضحايا خصوصا القنادوس اما الحامل اللي مثل ما قلت لكم سميته بالطفل هو لما هالبيضة تفقص وهني تبدع لشوي شوي تتحكم بالضحية لين ما تحتله وهني يصير نفس القنادوس بالضبط بس تنبيه مهم ليون لما فقصت البيضة كنا عرفنا ان الليون تخلص منها بالجهاز صح؟ شفتوا لو نطر ليون ساعات قليلة بس ساعات قليلة صار قنادوس رسمي اما النوع الثالث هي البلاقة الناضجة هي اللي تطلع من القنادوس لحالها وهذه هي البلاقة الكاملة او الوحش الكامل حلو تلاحظوا ان كل شوي كنت اقول سادلر وسادلر ايش علاقتها مع القرويين وكيف يتحكم فيهم باختصار سادلر فيه البلاقة النقية او نقول الام وهي اللي تتحكم بكل نواع البلاقات الثانية قبل شوي قلتنا القنادوس يكلمون بعض بذبذبات صوتية صح؟ اهني سادلر مو بس يكلمهم بالذبذبات يأمرهم بعد باللي به لكن موضوعنا اليوم عن القنادوس فقط فنقدر الان نتوغل اكثر عنهم وندخل فيه ريزيدن تيفل فور الرابع ريميك طبعا انا ما شرحت قصتهم لانها ولله الحمد مطابقة بالكامل باللي شرحته بالتفصيل في فيلم القرية ساعة كاملة اشرح فيها كل شي صار فيها القرية لغاية ما وصل اليوم انصح بقوانكم تشوفونا اذا مهتمين في تاريخ القرية الاليم جدا رابط الفيديو في صندوق الوصف لكن 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 في الريميك يا اخي القنادوس عالم ثاني انا اتوقع اني اكثر واحد فرحان فيكم ليه؟ ليه انا فرحان؟ لان كل اللي كنت عرف عنهم بالملفات فقط بالملفات يا شباب في الجزء الكلاسيكي قاعد اشوفه في الواقع او لا مو الواقع نقول بجرافك قريب للواقع الحين بستند على شرح فيلم القرية واطابقها مع الريميك او كشباب لنا في فيلم القرية تكلمت عن كل شي حرفيا يبدأ الموضوع في القذارة اللي في هالمكان لما كنت اشرح قصتهم في فيلم القرية كانت من ضمنها هم الأمور هي عدم اهتمامهم بأي شي سوى المعيشة وهي غريزة البلاقة يعني شوفوا بالله عليكم شجرة تطلع من نص الكوخ طاف بيوتهم كسرة طاف وصخ وجرب في كل انحاء القرية طاف لكن عشان نعيش لازم ناكل صح؟ ايه شوفوا اهتمامهم في تربية الماشية وزراعة المحاصيل تطحن على طول بدون توقف الكلاسيك ما قصر يا شباب بس وقته امكانيات الأجهزة محدودة لكن الآن أبدع تكابكم في تصوير الملفات اللي كانت تشرح حالتهم عم البلاقة اللي فيهم؟ يا حبيبي شوفوا شوفوا شباب تقريبا ثلاثة انواع شفنا صح؟ قنادز عادي وقنادز غريب أبو صوتي هبل لا يوجد طريقة المقدم اللي قلتها في بداية الفيديو شي رهيب قاعد أشوفها قدام عيني وانا ألعب الرميك ينادون بعض وبوم درزا قنادز مش تمعين حوالينك وله بعد مرات يكون الحالة تضرب وبوم درزا ثانيين جايينك لأن اللي ضربته ناداهم بالذبذبات فوق الصوتية أما شكالهم يا ويلي يا ويلي رعب رعب اللعبة في بداية مواجهتهم في ساحة القلعة سريعة ناس تسميها أكشن لكن أنا أسمي أحداث سريعة قلق وترقب وخوف ما تدري من وين يطعون لك واحد قدامك والثاني وراك تقتلل قدامك واللي وراك يمسكك عيونهم الحمر المتوغلة بالإبلاغة المشعة تقول لك تعال تعال لو فيك خير طبعا كنا عرفنا أن مينديز وسادلر نبهوهم عليك إيه انشروا صورة ليون وقالوا هذا تقتلونه أول ما تشوفونه لها السبب تحسنهم مبرمجين بس يشوفونك هجوم الغرافيك ضبطهم بشكل احترافي ولا غلطة تحركاتهم أصواتهم كلامهم يا أخي ما أدري المفروضة خاف بس لني أحب اللعبة استمتعت في كل شي حرفيا يخصها المخلوقات البيولوجية لدرجة أني حملت لعبة مكركة مع مدات تخليني ما أموت عشان بس أجرب تحركاتهم وضرباتهم تجاهي أنا أتكلم عن قنادوس أبو ميشار طبعا له فيديو الحال كل شي في هالجزء بحلل التحليل شامل بإذن الله ممتاز لما تبدأ اللعبة وتشوف بعينك الخراب اللي صاير فيه أول بيت تشوفه يجسد لك حجم الغيبة أو الغياب اللي هم فيه مع استكشاف ليون المستخرة بيواجه أول قنادوس مخيف جدا بكسل وبرود عصاب أخذ الفاس وشكا بغى يقطع ليون تقطيع وهنيه بعد ما كمل الاستكشاف ليون عارف أنهم يأكلون أي شي للعيش مهملين البنيان والنظافة طبعا ليون كلنا نعرف أن قتل قنادوس فعلا الرجل اللي كان يتحكم فيها البلاغة مات الرجل اللي كان يتحكم فيها البلاغة مات إيه مات خلاص لكن البلاغة اللي موجودة في الجسم ما ماتت فبدأت تتحركه أوبا هذا جديد في الرميك إيه 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 هذه اللقطة هذا الوحش والصوت المخيف اللي يطلع منه هو عبارة عن بلاغة تتحكم في بشري ميت مرة ثانية يا شباب القنادوس اللي نعرفهم ويتكلمون مختلفين عن هذا شوفوا الله يسلمكم ليون لما يرمي على القنادوس العاديين يا أنه يقتلهم مع البلاغة اللي فيهم وهني خلاص يمتون أو أنه يقتل البشري فقط لكن البلاغة اللي فيه ما ماتت فتبدأ تحركه البلاغة على كيفه مثل مثل الأرمادورة اللي بالقلعة وراح نجيب طبعا طاري هالمخلوق بعدين الآن بنتكلم عن الدين والعياذ بالله في الكلاسيك نشوف كلام كثير عن ميندلس رجل الدين وسادل رشلون غشوهم اتبعونا وندخلكم الجنة ومنها الكلام بعد ما اغسلوا مخهم عطوهم رشادات دينية كثيرة جدا 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 من ضمنها شنو التضحيات أعوذوا بالله رسميا كانوا يقولون أي واحد تشوفونا أخذوه وأقصبوه وقتلوه تقربا للرب روح والقلب داعي لك لها سبب في الرميك فقط تشوف كل هذا بعينك ايه تشوفهم ينذبحون بتنقوصهم الغريبة من لقطة البداية إلى الكثير من اللقطات الجانبية من ضمنها الحيوان في البداية والشرطة اللي في السرداب أمسك ودعي وقصب على طول بدون تفاهم وهم بعد اللاحظ طلاصمهم اللي كانت في الكلاسيك بس كانت في ملفات وكلام عم في الرميك كاهم مسدحين قدامك أشكال والوان وكلها تتكلم عن التقرب للسادلر وربهم وعياذوا بالله والغريب أنهم يقولون كتب يقولون كتب ولا وبعد فيه كتاب مقدس لهم تخيل كلام فاضي طبعا لكنهم أدمنوا قراته وهذا قاعدين نشوفه في الرميك وأيضا نجتمعون في الكنيسة بشكل منظم من خلال أجراص خاصة من سادلر عشان يعملون تقوصهم الغريب اللي عبارة عن عبادة عمياء لسادلر وتنفيذ جنداته الشريرة بدون تردد وتفكير ومن هنا واذا شنو هذا صدقتوني يشوفهني التاجر بعد ما تنهي اللعبة لأول مرة وتكمل على التخزينه ترى تلقاه فيه المكان صدقون توني أدري وأنا قاعد أسجل الفيديو تبا قصته اكتبوا لي بالتعليقات المهم بعدين لما توصل القرية نشوف قدام عيننا الصلاة واضحة وهم يضحون في ضحية من أجل الرب طبعا هذا كل غش من سادلر اللي قال لهم هالكلام لكن فعليا سادلر ما يبي أي دخيل للقرية فقص عليهم وقال لهم أي واحد تشوفون ضحوا فيه وتدخلون الجنة وشوفوا هنا بهذه الثواني اللي تشرحه الكثير جدا ضحية يقتلوها كتضحية مع صلاتهم وبنفس الوقت الثانين يشتغلون للأكل أكلوا ذبح وتنفيذ كلام سادلر فقط لغير سبحان الله ملفات الكلاسيك قاعدة أشوفها بعيني الآن في الريميك لكنه منقف فعلا مؤلمة وحياتهم جدا مؤلمة اللي ينصحكم تشوفونها طبعا في فيلم القرية بعدين شوفوا التنظيم يا ستار في الملفات تشوفوا أن بينهم تواصل فكري وصوتي رهيب وأنهم يفزعون لبعض مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو بس في الريميك تشوفها بشكل غرافيك خيالي أمام عينك يا شباب حاج طينك يمين ويصار وورا لاحظون يتحرك عمدا في كل الاتجاهات لكني أشوفهم متواجدين ومتوزعين وكأنهم يقولون ليون بيروح الجهة الفلانية انطروه هناك شي رهيب يا شباب لغير طبعا ما نسمع الجرس اللي خلاهم أو تحديدا خلى الابلاقة اللي داخلهم اتسلم نفسها لقائدهم سادلر اللي ناداهم وتوجهوا له بدون تفكير طبعا لا ننسى هالمكان الرائع جدا مع ذكريات الكلاسيك أحد أهم الأيقونات في ريزدون تيفل في الريميك تمت تسيد المكان بشكل رهيب التوزيع الرهيب للأماكن والأماكن المخفية وحتى بعد ما ترجع لها المكان بعد فترة تحتاجها للاستكشاف بشكل أكثر مثل لما ترجع مع آشلي عشان تاخذ كنز وأيضا الأماكن الخفية مثل البئر في الأسفل ولا أرواع وطبعا بعد القرية لما تكملوا تشوف ميزة جديدة وهي التخفي في ليون وقتل الأعداء خلصة ومدام نتكلم عن القنادز هنا نعرف أن حاصة السمع ضعيفة جدا طبعا السمع عندهم خفيف جدا بسبب خواص البلاقة اللي ما تسمع نهائيا فنقدر هنا نحلل أكرر نحلل فقط بأن سمعهم خفيف جدا فتقدر تتسلل وتقتلهم من الخلف بسهولة وبعدين يا السلام على هالمكان مستنقع القنادز ومنزلهم المحمي في كل مكان الفخاخ هجومهم مرعب جدا ومثل ما قلنا ربعهم تعاونوا ما ذلوا هجوم من كل مكان على ليون قنابل نار سيوف خناجر وكل شيء ممكن يجي في بالك معاهم لكن أروع مثل ما قلنا إعادة أحياء المكان بريميك خيالي جدا وجميل وبعد ما تكملوا توصل لبيت مينديز ما علينا منه لأنه له فيديو خاص نشوف الكتاب هناك المقدس ما لهم ويشلون يشرح شغلات غريبة همجية لهم غير كذي نلقي الطقوس الغريب اللي كل فترة لازم يقدموا الناس يضححون فيها كل فترة وإذا ما لقوا أحد يمسكونه يذبحون نفسهم إيه يمسكون واحد منهم وفيهم ويذبحونه سادلر يمشي وكيس في هالديانة الغريبة شكلت واهق لما قالوا له إذا ما لقين أحد شنسوي زرفها وقال اقتلوا نفسكم يا إلهي عشان تدخلون جنة طبعا المهم بعد ما تشوف ماكن القرية وممراتها مليانة في الفخاخ من قبلهم مثل ما قلت لكم كل هذا عشان المتسللين للقرية خصوصا ليون كينيدي اللي عارفين إنه جاي مثل ما قلت في بداية الفيديو بعد ما يرجع هني ليون نشوف الكولميلوس الرهيب اللي بعد له فيديو إن شاء الله وهم نشوفي شلون البرج المتهالك يطيح قدامك وبعدها يدخل ليون الكنيسة المليانة طقوس غريب جدا هذا الميكان اللي من ديزو سادلر يغسلون مخ القنادة فيه دائما فيه كنيسة ثانية اللي تلقى فيها آشلي لكن هذه هي الحيوية أكثر وفيها يكون التفاعل بشكل أكبر معاهم هني طبعا يتعبدون عبادتهم المضروبة وطبعا هذا هي جمجمة الجاي جانتي اللي بنشرح له فيديو تحليل بعد قريبا إن شاء الله ما راح أجيب طاريه هني طبعا ليون هني يروح للكنيسة بعد ما عرف إنه آشلي هناك كمل يدور مفتاح الكنيسة هني نوقف شوي شوفوا تفاصيل البلاقة يا سلام التفاصيل رهيبة جدا في هاللقطات ولهم بعد هي عملية التحول اللي بعد ما تقتل القنادز الجسم لكن البلاقة اللي فيه ما زالت عايشة يبدأ يتحول وينقض عليك كبلاقة تحرك جسد ميت مثل الأرمادورة بالضبط أما الصوت يا غي نغم وهو يخوف بس من كثر ما حبيت القنادز والإبداع اللي يسو تكابكم حبيت هالصوت يا شباب نكمل ونسمع الجاجانتي نايم ما علينا منه لغاية ما يصل ليون لبحيرة يقاتل فيها القنادز ويأخذ الديزل عشان يشغل المركبة ويقاتل وحش الدلاقو اللي بنتكلم عنه طبعا بعدين وبعدها ينصدم ليون بشنو حلو هذا هو الوحش الجميل لناطر تفاصيله يا أخي الشكل جدا رهيب كتحول نشوف هنا البلاقة الحامل أول طفل من ثلما شرحته في بداية الفيديو وهو يطلع من رأس القنادز بسبب تأثير الطلقات طفرة غريبة تخلي البلاقة تتفاعل مع المضيف اللي هو القنادز يطلع من رأسه ويبدأ يأخذ زمام الأمور طبعا هنا القنادز البشر مات ويبدأ البلاقة بالتحكم في هذا الجسد مثل النوع الجديد اللي قلت لكم قبل شوي لكن هنا نقول انتفخ وطلع بشكل أبرز لاحظوا أن عيون القنادز موجودة مثل ما تشوفون أما البلاقة صار فيها مثل السيف الحاد في نهايته يضربك فيها مثل الصوت وطبعا صوته معروف للكل تفاصيل القتال معه جميلة ورهيبة ومقلقة بنفس الوقت ولا يقرب منك عشان لا يلسعك وبعدين الليون بعد ما ينتفهم واحد وراء الثاني يوصل إشعار غريب أيادي متصلة في ظريح غريب وهو نفس الشعار اللي شفناه في الكنيسة اللي في القرية هالشعار طلع هو شعار أخوية الكنيسة يعني شيء جاني بيجتمعون فيه أهل القرية ويتعبدون من خلاله لكن الأساس طبعا هو العود سادل في اللوسي لوموناتوس ما علن منه جاي الله قريبا بعدها ليوني غامر في البحث عن حل لغز الظريح وهناك الله هذه منه ضحية جديدة للأسف لكن لو نصعد فوق يا ستار هذه نفسها البنت اللي في بداية اللعبة اللقطة ما غيرها إيه للأسف بنتين واضح لهم سياح ضاعوا وبتلشوا في القرية باللي فيها اعملوا عليها التقوس لكن الثاني اللي تحت شكلها ماتت قبل لا ينفذون فيها التقوس انزل ليه ما كملوا ليه بس وحده ووقفوا هني الظاهر مبدئيا يمكن جتهم تعليمات يهدون اللي بيدينهم ويمكن عشان ليون في هالوقت مثلا وصل للقرية يابين لها تحليل أكثر إن شاء الله لكن الحين احنا مع القنادوس فقط اوه الكولميلوس اللي فيهم البلاقة يجونك هني إذا اكتشفت البنتين اللي قبلوا شوي اللقطة هذه ما راح تشوفها عند الكنيسة تنويع جميل صراحة المهم كمل ليون ولقى حل اللغزة اللي هو عبارة عن راسين بشكل الراسين مو غريب صح نفس شكل راس سادلر اتوقع عنهم تماثيل سادلر بعدين طبعا راح نيدي لهالشي لأننا حين نتكلم عن القنادوس المهم ليون لقى مفتاح الكنيسة ورجع هناك وشاف آشلي عاد آشلي يا بيلابيجو طويل جدا جدا المهم هناك من خلال التواصل مع سادلر أرسل القنادوس لهم للكنيسة الحديثة طبعا الجزئية اللي فيها ليون كل شوي يسمع سادلر أنا بخليها في موضوع سادلر أفضل لكن هنين لاحظوا ان ليون وآشلي اسمعوا نفس الكلام اللي قالها سادلر القنادوس وطبعا السبب معروف وهو في البلاقة اللي فيهم بعدين ليون مع آشلي كملوا طريق الهروب عشان يوصلون للهلكوبتر اللي متوقعين انها تيجي من هانقا وتنقذهم وهناك اللي قلوا ويش سيرة اللي تعاون مع ليون وقتلوا القنادوس والطحن اللي يهجموا لهم على شكل جيش قوي الثور طبعا له شرح لكن مع ابو مشار الدكتور سلبدور ان شاء الله المهم بعد ما خلصوا منهم شرح لهم الويس البلاقة اللي فيهم وطبعا لها شرح قريب ان شاء الله بعدها قابل ليون وآشل كثير من القنادوس من ضمنهم الخوات الميزايين وبعدها من ديز وهذا وللهم طبعا فيديو بعدها وصلوا لمقر القلعة القنادوس المختلفين تماما عن قنادوس القرية ولهم شرح تفصيلي اكيد بإذن الله ملاحظين طوال هالفيديو يمشي ويقول لهم شرح لهم شرح لهم شرح افصراحة هالجزء شروحات التحليلية فيهم ما تخلص اصبروا علي وتشوفون ان شاء الله كل خير تقييمي هني للقنادوس فقط شكلهم تحولاتهم طريقة اللعب وقتالهم وقصتهم تراني شباب مو قاعدة قيم اللعبة فقط القنادوس تحركات القنادوس وتعاونهم مع بعض رهيب اشلون ينادون بعض يساعدوا بعض ويتحركون في اماكن مو متوقعة وتوسعهم وشلون يتوزعون حوالينك يخليهم الاروح كتجربة فيها الجزء الكلاسيك ممتاز لكن هني الوضع خذ منحنة اخر رهيب جدا يقلقك تماما خصوصا في الصعوبات القصوى اهني عاد اسمه لي مع محرك اري انجن ياخي شوفوا طريقة القتل والفيزيائية والشكل يا ولد ولا غلطة اشلون يشوف البلاغة لما تقتلهم وشلون يشلوفوا البلاغة وهي تطلع منهم ياخي شي رهيب رهيب الواقعية البصرية في عفنهم وهم متسخين وعيونهم الحمرة من البلاغة يخلي القرافيك فيهم درجة كاملة صار لي ساعة اقول لكم اصواتهم لغم يعني اش تتوقعون ركزوا ان تتلعبون بعض صوات القرويين وشلون ينادون بعض ويعشرون عليك ويا ويلو ولا على صوت البلاغة مرعب مرعب لو تفكر فيه تسمع الصوت على الراحة ابدع اتكابكم في المؤثرات الصوتية بدون منازع ولا غلطة اكثر شي يضبطوه اتوقع اغلب عشاقة اللعبة اختلفوا في امور كثيرة في التقييم من الشخصيات والوحوش في اللعبة مثل سادلار سالازار كراوزار ايدا لكن اتوقع الكل متفقة على جودة القنادوس بشكل عام وبالنهاية هذا كل شي عن القنادوس اتمنى اكون اني ما نسيت شي يا رب ما اكون نسيت شي اللعبة توها نازلة وطبعا لا تشيلون هم اي شي جديد بتلقونا في القناة اول باول كان معكم فواز وان شاء الله بيعجبكم التحليل لا تنسون يا شباب فيلم القرية ليشرح كل شي حرفيا عن قصة القرويين المساكين والسلام عليكم اذا وصلت هنا اكتب ارى اللو ارى اللو هذا ليش هم تكتبها الله بيعينك السلام